اشتركوا في القناة وقام الله عليه إلى مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأله ابراهيم بن طلحة بن عبيد الله من الغالب فكان جواب صريحا قويا نابعا من إيمان مطلق بالقضية إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف الغالب فما دام اسم النبي لعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإعلان الشهادة بالرسالة له في الأذان والإقامة مستمرا فهذا أقوى دليل على انتصار الثورة الحسينية إذ كان هدف يزيد الباطل لعنه الله أن يزيل آثار النبوة ويمحو معالم الرسالة ولكن الأمر جاء بمشيئة الله تبارك وتعالى وما كان ذلك إلا بفضل الإمام الحسين عليه السلام نعم لقد انتصر أبو الأحرار على المستوى البعيد فقد حرك مشاعر الأمة الإسلامية وقامت الثورات من بعده ولم تهدأ أبدا ضد الظلمة كل ذلك كان بفضل الدماء الزاكية لآل محمد صلى الله عليه وآله تلك الدماء التي طهرت الأرض وروت بذور الثورة في نفوس الموالين والمحبين والأحرار وخير شاهد هو تهافت الملايين على ضريحه المقدس يتوسلون الشفاعة والنصرة كيف لا؟ وهو يعد قبلة المحبين والثائرين فقد زاده الله تعالى رفعة ومكانة في الدنيا والآخرة وأعطى لزائريه ومحبيه منزلة يغبطون عليها أما النقيض يزيد الكفر والضلالة ومن معه ومن روج ويروج لأفكارهم تراهم في مزابل التأريخ إلى يوم يبعثون سود الوجوه لقبح أعمالهم فمن أجل نشر الثقافة الحسينية الحق علينا أن نتواصل معها فلا نكتفي بالاحتفاء بشهري محرم الحرام وصفر أيام الفاجعة بل علينا تعريف العالم بمعنى الثورة وأبعادها الإنسانية والأخلاقية والدينية والسعي لترجمتها بكل اللغات وإقامة المهرجانات والمحافل والمآتم الحسينية وإلقاء الخطب والقصائد كلها تصب في مصلحة إنتاج عطاء الذكرى ومنابر العزاء والبكاء وتغطية الشوارع والطرقات والمساجد والحسينيات بالسواد واللافتات والشعارات الحسينية ونصب أعلام العزاء لإيصال نداء الثورة الذي هو صوت الإسلام إلى بقاع الأرض هي خطوات لا تمثل تحيزا وتميزا عرقيا أو مصلحيا أو فئويا بل أن يحياء ثمار هذه الثورة يمكننا من تحريك الحياة نحو شاطئ الأمان لأننا إذا آمنا بقضيتنا نستطيع أن نزلزل الأرض ونهوي بالعروش الجائرة ليتسلمها الصالحون الذين تمكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر